بالترحيب والتهليل بالزائر الكريم يستقبل اللاجئون السوريون في لبنان شهر رمضان المبارك محافظين على عادات وتقاليد استحبوها معهم أينما حلوا ولم تقوى على تغييرها ظروف اللجوء الصعبة محمد العامل السوري الذي يعمل في تحضير الحلويات الرمضانية يبدو كأنه وضع جدول أعمال خاصة بهذا الشهر نحن نحافظ على تراثنا وثقافتنا وهذا جزء من تراثنا وثقافتنا الحلويات وهذا جزء من عملنا شو مشهورة سورية بأي حلويات؟ النابلسية الكناف النابلسية البقلاوة والحلاوة الحمصية وعندك الطايف في كتير اشياء عربية بس فيها مختصة النابلسية الكناف النابلسية هنا محل تجارية تعود ملكيتها للتابعية السورية بدى واضحا هلال شهر رمضان المبارك فيها والزينات الرمضانية على عكس أجواء البلاد التي تعيش حربا عند الحدود الجنوبية لكن اللاجئين السوريين أرادوا المحافظة على عاداتهم في التجمع على مائدة رمضان وتحضير المأكلات والحلويات إضافة إلى التعبد والصلاة في هذا الشهر شهر خير وبركي هو بينك يعني أن عاداتنا القديمة لها لو هيك هي شهر رمضان بالامة بالامة بتايك بيحب الأهالي بعضهم والبعض والأولاد وتلتم حوالين العشاء بيحب هي شهر رمضان هو خير وبركي خاصة على الأفطار على ترمي السحور على ترمي الصلاة كله يعني هو شهر خير وبركي إن شاء الله الله يعيده على الأمة العربية كلها تابعه وعلى الإسلام كلها نحن بهيك شهر بنحافظ على العادات والتعاليد نتخضى شوي لقراءة القرآن والكذا بس يعني اليوم كأيامنا كتير يعني صار الفرح بيكلف شوي غلى كتير غلى وخاصة هذا الشهر يعني كتير بصير في غلى سليب الاحتفاء بالزائر الكريم تختلف تبعا للظروف المادية بين السوريين أنفسهم إلا أن القاسم المشترك بينهم عادات وتقاليد لم تستطع الغربة تغييرها إضافة إلى الحني لأجواء شهر رمضان في بلادهم وسط أجواء الأسرة ولم شمل العائلة يستقبل اللجوؤون السوريون في لبنان شهر رمضان المبارك بفرح وسرور والمحافظة على عاداتهم وتقاليدهم التي استحبوها معهم إلى بلاد النجوء والغربة من بيروت مايا هاشم تلفزيون سوريا